بدى الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي صلاة الجنازة ظهر اليوم على جثمان الشيخة حصة بنت محمد النهيان ويدة الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الامارات في مسجد المعترض في مدينة العين وكانت وزارة شؤون الرئاسة اصدرت بيانا تنعى فيه الشيخة حصة معلنة الحدادة الرسمية لمدة ثلاثة ايام في جميع ارجاء الدولة